صباح الخير مجددا لكل المشاهدين اللي عم تابعونا مع معالجة النطق صوفي كلزي اللقاء بيجمعنا هل قلت لقاء اللقاء بيجمعنا هل صباح الخير و أهلا وسهلا فيك مجرور معي صوفي اليوم موضوع بعتقد حساس كتير موضوع مهم كتير خاصة أنه كتار من الأهل عن جد مع التوعية اليوم بأقل هيك ساين أو أشير بيكونوا عم بحسوه على أولادهم دغري بخافوا أنه توحد أوتيزم لأنه عن جد صار فيه حمد الله يعني إلي طاق أنه يكون عن جد ويعين على موضوع التوحد والهيدا المرض اللي هو ما أنه سهل أبدا كلنا منعرف أكيد هو معروف بالأوتزم باللغة الإنجليزية الأوتزم بالفرنش ومرض التوحد باللغة العربية يلي عم نشوفه مثل ما قلت مش عم بينتشر أكتر ولكن صار العالم عندهم معي أكتر عليه كنا نشوف قبل الأهل لما يكون طفلهم مصاب بالتوحد بيتركوا بالبيت نعرف أنه عندهم ولد أنا أنا بعرف حالي أنه كنا نسمع أنه عنده ولد بس ما كنا نشوفه أبدا ما كانت تظهر معه أبدا ما كنا أبدا نشوفه أنه حتى بمدرسة الحمد لله صار فيه كثير من المدارس بتعرف كيف تتصرف مع هالنوع من الأطفال بالبداية لكل الأشخاص يلي عم بتابعونا صوفي ما بيعرفوا بعد شو هو التوحد تعريف لأله هو التوحد ماي مثل ما قلت صار شائع أكتر مش شائع أكتر قد ما هو الناس صاروا يعرفوا أكتر عم بيتشخص أبكر وأبكر بس الحالات بعضهم موجودين ومقلوا دواء يعني الولد بيخلق معه توحد وإذا ما نعرف ضغريب بعد بكم سنة بينعرف وبيتشخص هو التوحد هو اضطراب بالنمو العصبة بالنمو العصبة بيكون فيه يعني الخلايا منهم مرتبطين بشكل صحيح بين بعضهم بالدماغ وهيدا الشيء أكيد بيأثر وبيسيب السلوك عند الولد والتواصل إن كان لغوي أو غير لغوي عنده وأكيد بتأثر على كذا شغلة عند الولد طيب صوفي كلنا بنعرف يمكن صرنا اليوم أنه مرض التوحد أكيد الاختصاصة هو اللي بشخصه ولكن منلاحظ أنه الأهل الأشيري اللي بيلتقطوها ما بتكون بشكل مبكر يعني طفل بيكون ما بيعاني من شيء وحتى عم بروح على فحوصات دورية عند البيدياتر أو طبيب الأطفال أكيد المختص جمالا أغلبية الأطفال بيتشخصوا بعد سن سنة أو سنة ونص حتى يعني عدي زوين ما هل لأنه ما بيكون مبين أو لأنه هو اللي يظهر المرض بيكون بعد عمر السنة أو سنة ونص لا شيء ماي أنه الأهلية ما بيعرفوا ما بيعرفوا أنه شو هنه مضبوط الأدلة للتوحد بفكروا أنه الولد مختلف عن خيه أو أخته أو بيكون أول ولد ما بيشتلقوا ما بيعرفوا مضبوط أنه بس هلأ الأهلية صارين عندهم شكوك ضغر بصير عندهم شك أبكر وأبكر من قبل يعني عم بيكون بالعكس أبكر وأبكر الولد عم بيتشخص وعم بينعرف وعم بينبلش أهم شيء العلاجات معه لأنه في كذا علاج بينعمل مع الولد اللي عنده توحد حتى يكون الولد متأكلم مع محيطه متأكلم بعدين مثل ما قلت لا يروح على المدرسة لا يقدر يظهر بالمجتمع كل هالأمور ما بطلنا مثل قبل مثل ما كنت عم بتقولي الولد بينعزل وبيضل بالبيت ما بيختلط ما بيكون عم بيشوف ناس إلا أهله بالعكس يعني كتير تغيروا الأمور بشكل إيجابي فهذه الشهر كتير مهمة كنت عم بتقولي يعني شخص هو وصغير بس أكيد في علامات فينا نحكي عنهم ونلفط النظر عليهم لأ بس مش علامة واحدة بتكفي لنقول أنه إذا بديك يصير عنا الشك أنه الولد عنده طبعا حد لازم يكون فيه كز علامة مع بعضون وفي عد تكرار موجودين هالعلامات حتى يصير عنا هذا الشك رح نحكي عن الأشاير كيف فينا يعني نشك لحتى ناخد طفلنا عند الإختصاصة ويتم تشخيصه ولكن بدي أذكر صوفي كافة المشاهدين والمشاهدات أكيد رقم التليفون رح يمرق على الشاشة 0141 703 فيكن تتواصلوا معنا مشاهدينا لحتى تطرحوا على صوفي كيلزي معالجة النطق كافة أسئلتكن وتساؤلتكن صوفي نحنا منعرف يعني صرنا متناولين هذا الموضوع بكتير من الحلقات مع كتير من الإختصاصيين ولكن منسمع كتير أنه الطفل إذا عيتنا له مرض إذا ما ركز معنا نحنا وعم نحكيه ومحط عينه بعيننا هيدا ساين من الساينز بس بدنا نحكيه اليوم عن كل الأشيار يعني متل ما قلتي ضروري تكون متكررة على وقت طويل مش أنه تكون أكسيدان يعني ما تكون مسائبة هالمرة الولد ملهي بشي ما رد علينا أو بهالنهار كانت تعبين وما قلو خلق ضغري يسير فيها يعني اكزاكتو ما يعني يكون مركز على الإكران وهلأ عم نشوف كتير كمان أطفال يعني للأسف عم بيقدوا أوقات كتير طويلة على سكرين الأول إشارة متل ما قلتي وأهم بين الأهم هي متل ما قلتي التواصل بالعين يعني النظر الأي كونتاكت أنه يكون الولد عم بيطلع بالشخص اللي بمقبيله أمه بايه أو حدا تاني من العائلة يخلي عينه بعين الشخص وقتا يكون عم بيحكيه عم بيلعب معه لأنه وقت الولد أنجأ بحط هيك يعني بتلتقي بعينه وبيبرو معينه مبعد بيتطلع فيك هيدا هيدا إشارة عندي كذا شغلة بالنسبة نحنا كعلاج نطق كبدا نقول كلغة كحكي تطور الحكي عندهم بيتأخر كتير كتير بيصير في فرق كتير بيتأخر ليبلش بأول كلمات بجمل يمكن كمان حتى ما يحكي أبدا أو بالعكس فيه أولاد بيبلشوا يحكوا بس بوقفوا اللي بتل ما عم بتقولي بيصير عندهم نحنا منسميه إيكولاليا بالعربي أو إيكولاليا هي إعادة للكلمات مستمرة وهي الإعادة ما بيكون هدفها أنه يكون عم بيقلك شي بيصير هو يعيد كلمات من دون سبب وما بيكونوا بمحلهم مش بيقيد الكلمة ذاتة فيه كلمات بيكونوا أوقات ذاتهم وأوقات بيقدر يكون كلمات مختلفة وصحيحة لفظهم صحيح بس ما بيقول غيرهم بس مش بمحلهم أو أغاني بس مش بمحلهم يعني أنت مش متوقع وعم بتجربة تحكي معه أو تتواصلي معه هو بيكون إذا بدك مثل بعالمه معلق على نفس الغنية أو نفس الكلمة أو الكلمات عم بعيدهم بس بس مش بالشكل يمكن يقول بابا مما أو شو ما كان شي كلمة بس هو ما عم بتطلع بأهله وهم موجودين وهو ما عم بجرب يفوت بتواصل معهم أو يلفت لهم نظرهم ليحكيهم هون بتكون هيدا كمان علامة أو ما يحكي بيكون بالعكس كتير مأخر وبالسلوك عنده كمان بيكون فيه كتير إشياء مختلفة اهتماماته مختلفة ما بيلعب بالطريقة التقليدية بالألعاب ما بيهتم فيهم مثل ما غير ولد معقول يهتم فيهم أو يدق فيهم يلعب فيهم يحرقهم بنفس الطريقة فيه أولاد بيحبوا كتير أنه يرتبوا الألعاب بدل ما يكونوا عم بيلعبوا بالسيارات بيحبوا يرتبوهم جمع بعضهم أو بيلعبوا يمكن بالدولاب ما بيكون عم بيكرج السيارة بيكون عم بيلعب بدولاب السيارة فيه أولاد بينزاجوا من الدول ما بيحبوا أبدا دجة ايه دجة مثل ما قلت الأصوات العالية ما بيحبوها فيه كتير إشارات مثل ما عم بتقولي أدلة أنه لازم نحنا ننتبه لون أنه يصير عنا هذا الشكل لنلتجأ للاختصاصة عبكير لنقدر نساعده عبكير لأنه كتير بتفرق إذا الولد تعالج هو وصغير أو لا قبل ما نحكي عن العلاجات بتتذكر كافة المشاهدين 01-491-703 رقم عم يمرق على الشاشة مشاهدين عصوفي بدلت شغلة حتى بالأكل كمان ما فيه كتير أولاد بنقوا الأكل اللي بيحبوه أو الملمس مثلا بتلاقي يمكن أم تقليك ما بيحب أبدا اللموز بيلاقي سكوشي لزج ما بيحب كل الأشي اللي بتكون هيك أو ملمس قماش معين بتقليك ما بيقدر يلبس هاي دي الكنزة أو شي معمول من هاي دي قماش أو العكس بيحب هاي دي الشغلة بعلق عليها ايه مظبوط بيكون كتير بيحب هاي دا الشغلة أو العكس وتصرفاته مع غيره ولاد يا ما بيهتم يلعب معهن أو تصرفاته ما بتكون مناسبة أو بيكون يا كتير معلق بأهله أو بالعكس ما كتير بيتغنج على أهله ما كتير بيحب يعبوطهم بس فيه أولاد لا العكس بس ما بيحب كمان الشخص الغريب ما بيركد لعنده تجرب ما بيتفاعل ما بيتفاعل معه مظبوط مثل ما عم تقولي وما بيحب كمان يصير فيه تغيير بالروتين بحياته اليومية بيكون كتير يعني إذا بدك مثل بتطمنه بتحسسه بالأمان أنه يعرف حاله أنه كل يوم بيوع ايه يكون عنده انتزام معين أنه بيوع الساعة كذا بده يتروق بده يلبس بده يروح على الجردوري لأنه بالعكس ما لازم الولد يضل بالبيت لازم بالعكس يصير فيه يختلط مع غير أولاد بالعكس هايدي الشغلة كتير مهمة ومفيدة لأله سوفيه قبل ما نحكي عن العلاجات بدنا نحكي عن التشخيص كيف بتهم هل طبيب الأطفال هو اللي بيلمس خلينا أقول اختلاف عند الطفل المصاب بالتوحد وبالتالي بيوجه الأم أو البي ولما يوجههم لمين بيوجههم يعني عند مين بيتوجه الطفل أول شي لأول تشخيص أو تقييم مثل ما كنت بتقولي يمكن الحكيم هو يوجههم عند حدا ويمكن الأهل لا الضغر يروحوا عند حدا اختصاصي يمكن يروحوا عند اختصاصي نفسي اختصاصي نطق ما يكونوا أوقات بيكونوا شوية ضاعين الأهل يعني عند مين بيروحوا بس نحنا على الحلتين أكيد نحنا منشوف العلمات بس إجمالا مفروض الحكيم النفسانة أو طبيب النفسانة مش المعالج النفسانة طبيب النفسانة أو طبيب الأعصاب طبيب النفسانة نحكي عنه بسيكياتر أو طبيب أعصاب نوراق مضبوط هو يشخص هو يكون عم بيقول وهو عم بيقول للأهل نحنا منحطهم بالصورة أكيد إذا شفنا كل هول الأدلة ومنبلش العلاج ما مننطر ضغري كمان منبلش العلاج لأنه منقول أكيد أكيد ما بيدر العلاج فعل معه إذا حكي معه ما حكي معه بتشوف التطور اللغوي عنده كل هول أمور الحكيم بده يطل يعني يخدهم بعين الاعتبار حتى يقدر يشخص أكيد تم التشخيص ونحنا بنعرف كمان صرنا اليوم سوفي أنه التوحد يعني في مراحل في حدة معينة في أشخاص عندهم ميلد أوتزم أو أوتزم كتير خفيف ومرات بيكون لأ حاد خلينا بالبداية قبل ما نحكي بالعلاجات نفرق بيناتهم شو يعني شخص عنده علامات التوحد بسيطة العلامات البسيطة هي أنه الولد يمكن بلش يحكي مثل ما عم بتقولي وعم بيعيد الكلمات وعم بيتواصل مع البقيين بس مش بشكل منتظم وكل الوقت بس بيكون موجود أكيد التواصل والتفاعل عنده مش نهيك منقول مثل ما عم بتقولي توحد درجة خفيفة بس أكيد في درجات موجودين طيب لما يكون توحد درجة خفيفة بعيش حياة طبيعية الطفل إلى حدا ما أكيد أكيد مثل ما عم بتقولي حياته مختلفة ووجهة نظره للعالم مختلفة بس أكيد بيقدر يعيش حياة طبيعية ويختلط بالمدرسة وكمان مش كل الأولاد اللي عندهم توحد بيكون عندهم نقطة قوة بيكون فيه شي بيحبوه كتير بالعكس فيه بتجهل ولد بهيدا الاتجاه وفيه أولاد كمان حتى بيخلصوا بيفوتوا جامعة بس مثل ما عم بتقولي حسب الدرجة حسب إذا تعالج حسب بأي عمر فيه أكيد عوامل يعني أكيد إلى دخل بهيدا الموضوع ولسوء الحظ بيكون العكس تمام لغير أشخاص عندهم توحد حكيت عن نقطة كتير مهمة أنا هيك نسيت أسألك عنها بس مرتبطة كتير نسبة الذكاء العالي أو يمكن ما بعرف صحيحيني إذا منا عم بحكي صح بالأشخاص المصابين بالتوحد وكتير من الأفلاء من شهريت عن هيدا الموضوع هل أمشوف كمان سيريز على نتفلكس عن طبيب مصاب بالتوحد مبدع هل هالشي مش دقيق كتير أو لا بكتير من الحالات مظبوط بيكون عندهم مثل ما قلت نقطة قوة أو فرط بالذكاء ولكن مش كل نسبة الأشخاص مصابين بالتوحد عندهم مظبوط اللي عم بتقولين 100% مثل ما عم بتقولين في سيريز في نتفلكس في الفيلم القديم راينمان كتير حلو كتير بيأثر عن جد كتير حلو هالفيلم بس لسوء الحظ لا مش كل الأشخاص اللي عندهم تواحد بيكون نسبة الزكاء عندهم فوق العادة أو كتير عالية بالعكس هيدا الأكلية عند الأشخاص اللي عندهم تواحد وأكترة الأشخاص اللي بيكون زكاء مثل ما عم تقول هيك عالي بيكون عندهم أسبرجر هو نوع من التوحد مش أن هيك بيكون عندهم درجة الزكاء عالية صحيح ساعتها أكيد بيكون عندهم بيكونوا بحبوها حلو عن جد ساعتها بيكون كتير درجة عالية حكينا عن الأشخاص اللي عندهم ميلد أوتزم أكيد هؤلاء الأشخاص بيكون عندهم فرصة مرتفعة أكتر بكتير منع غير شخص أنه ينجح بحياته ويتأخذون بهذا المجال اللي هو يبرع فيه إيه مضبوط ويلاقي وزيفة ويشتغل أكيد سوف يحكينا عن الأشخاص اللي عندهم ميلد أوتزم أو درجة خفيفة من التوحد لما تزيد حدة التوحد ويتم التشخيص مع أنه ما بيلغي أكيد كنا عم نقول يعني مش أنه الأشخاص اللي عندهم ميلد أوتزم ما بدهم علاج بس خبرنا كيف بتبلش يعني وضع سكة هولي الأشخاص أو الأطفال المصابين بالتوحد على السكة الصحيحة من وين بيبلش العلاج بالأول أكيد بيبلش بالبيت لأنه أكيد بدنا نعطي توجهات للأهل بدنا نساعدهم لهن يعرفوا شو التصرف المناسب لهن معقول يروقوا أو يساعدوا فيه الولد بالاتجاه المناسب مثل ما عم تقولي لأنه فيه اتجاه مناسب بدنا ناخده حتى نكون عم نساعد الولد مش العكس لأنه بالعكس بيقدر كمان بالعكس يريعزوا الحاله أكتر وأكتر بالعادة السائقة اللي نحنا ما بدنا إياه بيقدر يرجع يكون عم بيروح بالاتجاه العكس بس أول ما ببلش يتجهو الأهل عادة كتير بيكون عم بيشاركوا وعم بيساعدونا لأنه بدن الأنسب للولد حتى يقدر يتطور قد ما بيقدر ويسير مثل ما عم بتقولي يروح على المدرسة يفوت جاردوري وكل هالأمور حتى يقدروا يساعدوا أول شيء بدي يكون فيه أكيد تنسيق مع الأهل مع الحكيم أوقات الحكيم بيعتدوا لإلي دي اتش دي لفرط الحركة بس مش عطول مش كل الولاد بيكونوا مرتبت على الإلي دي اتش دي بالأقبز فيه أولاد بيكون بيحاجة لأدواء حتى يقدروا يكونوا عم بيركزوا أكبر يقدروا يستفيدوا أكثر من العلاجات بس مش كل الولاد أكيد ما وأكيد بدي يكون فيه فريق عمل يعني أكتر شيء بيكونوا مشخص من العلاج السلوكي علاج النطق علاج الحس الحركي أكتر شيء وأكيد متابعة من الحكيم أكيد سوري بيكون في شادو تيتشر أوقات حتى كمان بالجاردوري بالجاردوري والمدرسة حسب الولاد حسب الحالة كتير بتساعد الولاد نعم علاج نفسي علاج نطو علاج بسيكوموتريستي حس حركة حس حركة النفسي هو أكثر شيء للسلوك أكيد لوين بيوصلوا بالعلاج صوفي هل ممكن عن جد بوقت من الأوقات إذا تم التشخيص المبكر وكان العلاج عم بيتتابع بشكل طبيعي بالمحيط يلي الأهل عم بأمنوه كمان بالبيت اللي هو أساسي خلينا نقول لأنه للأسف عم نسمع بكتير من الأشخاص وكتير من الأهل عن جد يعني شغلة هيك بتحزن القلب بيرفضوا أولادهم يعني ومنسمعهم كيف عم بيحكوا عن أولادهم عن جد شغلة بتكسر لنا قلبنا كيف بيبقوا يعني مش عم بأمنوا لطفلهم وهو طفل عم بعاني يعني الانفيرونمان اللي لازم يكونوا عم بأمنوا له يلي حتى تتطور يعني يتطور عاطفيا اجتماعيا وأكيد كمان على سعيد المدرسة مثل ما عم بتقولي لازم نعرف أنه مثل ما عم بتقولي الوعي كتير مهم بحالة التوحد لأنه ما لازم نتخلى مثل ما عم بتقولي ما يكون عنا أمل لا الولد فينا نشتغل معه وسنين عم تحكي عن العلاج أكيد بتكون على مدار السنين ما عم نحكي عن علاج كم شهر أكيد ماي حتى نكون عم نرافق الولد وعطول بيقدر يعطي مثل أي ولد عطول فيك تحسن المهارات المهارات اللي عنده نحنا منشوف وشو المناسب شو الأنسب وعطول منشتغل معهم حتى نكون عطول عم نحسن المهارات كل ما نشغل معه كل ما هو رح يقدر يعطي ويتواصل مع الباقيين مع محيطه مع أهله مع غير ولاد بالمدرسة ويقدر يعطي نتيجة هؤل الولاد اللي بتلاقي أكتر شي عندهم تقدم وتحسن وهن أكتر شي متأكلمين بالجو بالمجتمع وبيقدروا يوصلوا هؤل هؤل هؤلاء يعني الولاد اللي أكتر شي بيكون عندهم فرص لمستقبلهم والعلاج أكيد بيتغير عم تسألين عن طبيعة العلاج بالعلاج إذا كان ولد عم بيبلش يحكي مثلا عم بيعيد عطول الكلمات بدأ نجرب نخفف له هذه الشغلة إذا بالعكس ما بيحكي بنا نبلش نحن نشتغل إنه يبلش يقول الكلمات إذا الولد كبر بعطي مثل ولد كبر وصار يحكي بس ما بيعرف عطول شو ردة الفعل المناسبة بالنسبة للشخص اللي مقبيله ليعمل ردة فعل مناسبة رح نشتغل على التفاصيل وتعبير الوج هو يصير يعرف كيف يعرف التعبير على وجه الشخص اللي مقبيله يقدر هو يعني يفهمهم مظبوط ليعمل ردة فعل مناسبة لأنه أوقات هو كمان بيكون ضايع ما بيعرف مظبوط شو هو كيف بدأ تكون ردة فعله في كتير إشياء فينا نشتغل عليه هنا أكيد نايف سوفي بيوصل شبتي قديش بيكون مختلف يعني عم بيكون كتير مختلف الشغل اللي عم نحكي بين تعبير الوج والحكي وأوقات نشتغل كمان على القرية والكتيب حسب عن جد حسب كل ولد تعرفي هيك موضوع عن جد جدا بيحزن لقلبي لأنه هيك بتذكر كتير من المشاهد يمكن مش بس لأهل ما بيعرفوا يتعاطوا مع طفلهم متوحد بل بالعكس مرات منشوف بحياتنا اليومية مشاهد لأهل بدون يدهروا أولادهم بدون يخلوهم عم بيكونوا عم بيلعبوا مع غير ولاد منشوف غير ولاد أو غير أهل كيف بتكون نظرتهم لهذا الطفل المتوحد بزعل كتير يعني أنه لليوم في بعض أهل جودجمنتل بشكل كتير كبير لما يشوف طفل متوحد عم بيلعب مع أولادهم ردت فعلهم بتكون كتير قاسة وبالآخر عايب اليوم بالـ 2021 كنا عم نشوف هيك مشاهد حوالينا يعني للأسف مظبوط متل ما بتقولي الحياة اليومية ما بتكون عطول هيني على الأهل لأنه الأهل بيشوفوا أكتر بكتير من الولد بس الولد كمان وقتا يكبر بيصير يحس كمان عردت فعل الأشخاص لحواليه وقتا تكون ردة الفعل سلبية بس الأهل عن جد مش ورهم منه هيا وبحي كل الأهل عن جد لأنه مش ورهم منه هيا حتى بتلاقي في أمات بيوقفوا شغلهم بيتعلموا هن كيف يعملوا العلاجات بيعملوا دورات وهن بيصيروا يساعدونا بشكل عن جد كتير واو كما عم بتقولي شي رائع أنه قديش بيكونوا هن ملتزمين للأفضل لولده طب سوفي بيوصل وقت ما لازم بقى يكون عم بيتعالج هذا الشخص المثبت توحد يعني على عمر معين لما يكون خلاص صار في ريتيال معين بيمرؤ فيه هو صار واعي يمكن ولا لا الطفل المتوحد لما يكبر ويصير شخص متوحد وقتا يكبر معقول كمان أكيد يقفوا كل العلاجات معقول هالشخص بس يعوز من وقت لوقت يتجه عند الطبيب النفساني أو السلوك حتى يكون عم بياخد نصايح منه عم بيساعده لأنه صار واعي مثل ما عم بتقولي بس بيكون بعد بحاجة لحده يستشير حدا ليساعده بإشياء معينين بيبطل بحاجة ساعتها لعلاج نطق مثل ما عم بتقولي حس حركة وكل هالأمور بس أكيد عم نحكي وأهلا وسهلا فيك سوفية كلزي معالجة النطق موضوع حساس جدا هيك وإن شاء الله نكون بخلال هاللقاء نشرنا أكتر الوعي عن مرض التوحد وضرورة التشخيص المبكر دايما بكافة الصعوبات التعلمية والأمراض اللي ممكن يكون أولادنا عم بيتعرضو لها وأهلا وسهلا فيك دايما مرسي مرسي فاصل لمشاهدينا ونكون مع مارك عون رئيس جمعية فاموس تودس لنزور مناطق تاخد العقل بلبنان تابعونا